بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في فيديوهات الدعم النفسي والعلاج السلوكي موضوعنا اليوم عن الإعاقة الذهنية التعريف والمحكات التشخيصية أولاً تعريف الإعاقة الذهنية وفق الDSM5 ونستعرض ما هو الDSM5 بداية هو الدليل التشخيصي والإحصاء الخامس للإضطرابات العقلية والصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي والذي يعد المرجع الأول لتشخيص الإضطرابات العقلية والنفسية الإعاقة الذهنية نجد أن في الفهرس الأول وفي الصفحة الأولى في الDSM5 نجد أن هناك بعض الإضطرابات التي تسمى الإضطرابات النمائية العصبية أو إضطرابات النمو العصبية ونجد أن الإعاقة الذهنية هي أول إضطراب مدرج في الDSM5 وينقسم إلى ثلاثة أجزاء كلهم يعبرون عن الإعاقة الذهنية ولكن كل جزء يعبر عن زاوية معينة من هذه الإعاقة أولا الإعاقة الذهنية إضطراب النمو الذهني تعريفه هو الطراب يبدأ خلال فترة التطور يعني أن يبدأ خلال 18 عام مجتملا على العجز في الأداء الذهني والتكيفي في مجالات المفاهيم والمجالات الاجتماعية والعملية نستطيع اختصار هذا التعريف من خلال هذا الرسم المختصر إضطراب نمائي أقل من 18 عام يعني خلال فترة النمو يؤدي إلى العجز في كل من النمو الذهني وأيضا القدرات التكيفية أو السلوكيات التكيفية من خلال ثلاثة مجالات مجال المفاهيم ومجال الاجتماعي وأيضا المجالات العملية أو الأدائية ننتقل الآن إلى النوع الثاني من الإعاقة الذهنية هو تأخر النمو الشامل ونستطيع أن نطلق عليه أنه المصطلح الثاني لماذا؟ لأنه يتاح للتشخيص الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات أيضا يتم تشخيص هذه الفئة عندما يفشلون في تحقيق مراحل النمو المتوقعة في مجالات الأداء الذهني فإذا لاحظ الأب أو الأم أو أحد أفراد البيئة المحيطة تأخرا ذهنيا عند الطفل وكان عمره أقل من خمس سنوات فلا يمكن أن نقول عليه إعاقة ذهنية أو طراب النمو الذهني ولكن نقول إعاقة ذهنية تأخر النمو الشامل ينصح بإعادة هذا التقييم عندما تتوفر ظروف التقييم المناسبة أي عندما يكبر الطفل لأكثر من خمس سنوات ننتقل إلى الجزء الأخير من الإعاقة الذهنية وهي الإعاقة الذهنية الغير محددة يتاح تشخيصها للأطفال الذين لا تقل أعمارهم أي تزيد أعمارهم عن خمس سنوات ولكن لديه صعوبة حسية أو نقص حسي أو جسدي كما في العمى أو الصمم أو مشكلات حادة لديه تعيق عمل الوظائف الذهنية بشكل صحيح وينصح أيضا بإعادة التقييم وفق أدوات القياس المناسبة أو المقييس التي تتغلب على وجود إعاقات حسية لدى الأطفال نجمل ما استعرضنا من خلال هذا الرسم الإعاقة الذهنية هذا هو المصطلح الشائع استخداما ولا يمكن أن نستخدم التأخر العقلي لأنه مصطلح عفى عليه الزمن فنستخدم الإعاقة الذهنية هو المصطلح المستخدم في التعليم والمجال الطبي ومتعارف عليه بين المهنيين والعامة الإعاقة الذهنية وصورها الثلاثة الإعاقة الذهنية الغير محددة وهي لمن نريد تشخيصه ويكون عمره أكبر من خمس سنوات عندما يكون التقييم غير ممكنا بسبب المشكلات الحسية أو الإعاقات الأخرى الصورة الثانية وهي الإعاقة الذهنية التأخر النمائي الشامل عندما يكون المفحوص أصغر من خمس سنوات وعندما يكون التقييم غير موثوق لأن الطفل لا يسمح سنه بتشخيصه وتقييمه التقييم الصحيح وأخيرا الصورة الشائعة والصورة الإجمالية وهي الإعاقة الذهنية إضطراب النمو الذهني ننتقل الآن إلى المحكات التشخيصية للإعاقة الذهنية نجد أنه وفق DSM-5 تم تشخيص الإعاقة الذهنية إلى ثلاث محكات تشخيصية أولا القصور في الوظائف الذهنية ثانيا العجز في السلوك التكيفي ثالثا أن القصور الأول والعجز الثاني يظهران خلال فترة تطور النو أي في خلال فترة الثمنتاشر عام من حياة المفحوص القصور في الوظائف الذهنية تظهر على شكل قصور في التفكير قصور في حل المشكلات قصور أيضا في التخطيط وقصور في الاستدلال أو الاستنتاج أو الاستنباط العجز في السلوك التكيفي يظهر من خلال ثلاث مجالات مجال المفاهيم مجال المهارات الاجتماعية ومجال المهارات العملية أو الأدائية وسنستعرض هذا بالتفصيل بعد قليل يظهر هذا العجز والقصور في الوظائف الذهنية والعجز في السلوك التكيفي خلال عمر الثمنتاشر عاما أو قبل الثمنتاشر عاما الآن ننتقل إلى مجالات السلوك التكيفي وأولا المهارات المفاهيمية نستطيع ذكر الأمثلة التالية أولا المفاهيم المرتبطة باللغة المفاهيم المرتبطة بالمال والوقت العد الحج الشكل المكان الزمان ثانيا المهارات الاجتماعية كالمهارات الشخصية في التعبير وأيضا المسئولية المجتمعية احترام الذات حل المشكلات الاجتماعية القدرة على اتباع القواعد واحترام القوانين وتجنب وقوع الإنسان كضحية أو تجنب أن يحدث له مشاكل مع المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه ثالثا مهارات عملية أو المهارات الأدائية وهي أنشطة الحياة اليومية العناية الشخصية المهارات المهنية الرعاية الصحية وأيضا السفر والتنقل الجداول الزمانية إدارة الإنسان لوقته وتنظيمه الإجراءات السلامة استخدام الأموال استخدام الهاتف وغيرها من الأدوات التي تساعد الإنسان على التفاعل الاجتماعي وتأدية بعض المهارات الأدائية بشكل عملي هذا كان ملخص عن الأعاقة الذهنية التعريف والمحكات التشخصية وإلى لقاء آخر من لقاءات الدعم النفسي والعلاج السلوكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر